شراوي يقول لي ايه وجه التغير اللي حصل لأداء المنتخب قدامكو الدفوار عن التلات مباريات اللي في الدور الأول أولا كان فيه روح ما حسنهاش في التلات مطشاط بتاعت الدور الأول تقريبا انت كنت بتلعب بنفس التشكيل اللي لعبت بيه في التلات مطشاط أولا تغيرات حصلت كان فيه إصابات حصلت وعملت تغيرات الترارية في مطش كود دفوار ولكن واضح ان كان فيه روح عند اللعيبة وده اللي كان بينقص الناس في التلات مطشاط بتاعت الدور الأول في بطولة أمم أفريقيا انت كنت قاري فريق كود دفوار قويس جدا عرفت ان انت تفرض كلمتك على فريق كود دفوار وتستغل المساحات اللي في خط تدفعه من الشوط الأول من أول عشر دقايق من المباراة وبدأت تهدد مرمى كود دفوار ودي كانت يمكن نقطة ايجابية للمنتخب ان انت بتستغل المساحات اللي كانت موجودة في خط تدفع كود دفوار عشان تقول لهم لان كان قبل المباراة كان كل الترشحات بتقول كود دفوار هتكسب من تخبص الكود دفوار فريق جامد كود دفوار فريق مالوش لكن انت قدرت تفرض اسلوبك على فريق كود دفوار رغم ان عندهم لعيبة بيلعبوا في الدوري الإنجليزي ولعيبة بيلعبوا في الدورات أوروبية كبيرة جدا وبيلعوا في الدوري الإيطالي وأسباء كبيرة ورغم كده برضو الاهم من ده وده اللي بيقول لك ان فيه شخصية المنتخب مصر في المطش ده ان حصلت تغييرات مؤثرة في مراكز مؤثرة زي تغيير حمد فتحي انت ما تأثرتش بالسلب بعد إصابة حمد فتحي ما تأثرتش بالسلب بعد إصابة محمد الشناوي لأن المنتخب المصر واضح ان عنده شخصية قوية وكان متجاهز فعلا للمطش ده في اللقطات اللي احنا شفناها الشناوي لما بيروح يتطمن يا عبو جبل لما كان يروح يتطمن على محمد الشناوي وبعد الإصابة مصطفى محمد هو بيرايح بعد ما أصيب محمد الشريف في بقه وبيعمل له الماية بتبايل لك الروح بين اللعيب البديل ان ما فيش فرق بين البديل وبين الأساس هو ده عنصر يعني كلمة السر في فوز أي فريق الروح القتلية وان انت فعلا ما فيش فرق بين الأساس وبين البديل كله بيلعب عشان خطر المنتخب انت المطش ده لولا عدم التوفيق انت تكسب أربعة مرتاح ممكن بتحقق نفس النتيجة اللي كان بحقق كابتن حسنش حتى لما كسبناه قبل كده بنجوم كبار جدا اللي كنت في فوار كسبناه قبل كده أربعة لولا عدم التوفيق في المطش ده انت كنت تكسب أربعة مرتاح ما تكسبوه مش مطرابات الجازات تركحين حي